بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كفين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع النفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكلف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وإلا ما من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في كنف سنين عددا ثم بعثنا غمينا لما أنهي الحزبين أحصى لما لبسوا أمذا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وعبطنا على قلوبهم إن قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إن شفطا هؤلاء قوم نتخذوا من دونه آلهة بيهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بير فمن أعلم ممن افتوى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأقوا إلى الكلف ينشر لكم عبكم من رحمته فأقوا إلى الكلف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من فقاء وترى الشمس إذا طلعت تزاوم عن كهبهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فلوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو الهتر ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق براعيه بالوصيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر